على صعيد آخر دشرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين مقبرة بلدة الزبابدة بمحافظة جينين وشارك في حفل التتشين غبطة بطريارك القدس للاتين بير باتيستيا باتسبالا ومحافظ جينين أكرم الرجوب ورؤساء الكنائس وعدد من مسؤولي المحافظة وخلال حفل التتشين أكد الرجوب لجموع الحاضرين أن الرئيس محمود عباس لا يفرق بين المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالقدس مطالبا العالم بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية من جهته بين البطريارك باتسبالا أهمية بلدة الزبابدة بالنسبة لبطرياركية اللاتين مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بشراء قطعة الأرض المجاورة لتوسيع المقبرة وفي ذات الصياق احتفلت رعية سيدة الزيارة للاتين في الزبابدة بمنح 23 طفلا من أبنائها وبناتها سري القربان الأقدس والتثبيت خلال قداس احتفالي ترأسه غطة البطريارك باتسبالا وذلك في أول زيارة له إلى رعية الزبابدة منذ تعيينه بطرياركا على القدس للاتين